بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درس العلماء النظام العالمي لتغير نسبة الكربون على الكرة الأرضية وتبين أن الأرض أشبه بكائن حي له رئة يتنفس بها سبحان الله دعونا نسبح الخالق عز وجل ونتأمل هذه الحقيقة العلمية حسب موقع وكالة ناشنال جيوغرافيك فإن أرضنا تحتوي على 3.1 تريليون شجرة على الأقل وكل شجرة لها عشرات الآلاف من الأوراق مثلا شجرة البلوط الكبيرة طبعا لها بحدود نصف مليون ورقة والعجيب أن كل ورقة مجهزة بمئات الآلاف من الفتحات المخصصة للتنفس تدعى استوماتا حيث تعمل كل فتحة مثل الرئة تأخذ غاز الكربون وتطرح غاز الأكسجين سبحان الله ولذلك فإذا أخذنا بعين الاعتبار الأعشاب والحشائش ومختلف أنواع النبات فنحن إذن أمام عدد هائل يقدر بأكثر من تريليون تريليون فتحة نباتية أو رئة حية تعمل معا كل هذه تعمل معا على هذا الكوكب بنظام متناسق حيث تمتص كميات هائلة من غاز الكربون سي أو 2 وتطرح كميات هائلة من غاز الأكسجين أو 2 وبالتالي فنحن أمام كوكب يتنفس بالكامل وبنظام دقيق جدا نرى صورة بالمجهر الإلكتروني لورقة نباتية تظهر مئات الفتحات الخاصة بالتنفس حيث تعمل كل فتحة مثل رئة حقيقية تأخذ غاز الكربون وتطرح غاز الأكسجين وتساهم في التوازن البيئي وهنا نتذكر قول الله تبارك وتعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون إشارة للتوازن البيئي خلال الأشهر الدافئة تنمو الأوراق تقريبا في الوقت ذاتي وتبدأ بامتصاص غاز الكربون وتطرح غاز الأكسجين ثم في الأشهر الباردة تزداد نسبة غاز الكربون وهكذا وفق دورة سنوية محكمة ومنظمة بمعنى آخر أي أن تريليونات الأشجار تعمل وفق نظام عالمي ثابت لو لا هذا النظام لما استمرت الحياة على الأرض أبدا أيضا لو لا وجود البحار على الأرض وبهذه النسبة تماما لما كانت الأرض على ما تبدو عليه الآن فالبحار ضرورية جدا لنشوء الحياة واستمرارها والبحار تساهم في تنقية الجو والحفاظ على التوازن البيئي من خلال ما يسمى بدورة الكربون فالبحار هام في نزول المطر هذا المطر لازم للنبات ضروري للنبات هامة أيضا للحفاظ على الغلاف البيئي البحار هام للكائنات الحية وبالتالي فلا يمكن الاعتقاد بأن هذه البحار نشأت نتيجة عمليات تطور عشوائية لقشرة الأرض كما وجد العلماء أن هذا النظام العالمي لتنفس الأرض تشارك فيه البحار والكائنات الحية الأخرى حيث وجدوا أن دورة المطر أو ما يسمى بدورة الماء تساهم بشكل كبير في صيانة جو الأرض والمحافظة على التوازن البيئي وهذه الدورة المائية تعمل مع النباتات والمحيطات وبقية الكائنات الحية في نظام متناغم ومتكامل فلا بد من وجود من يشرف على هذا النظام ولا يمكن أن تجري الأمور هكذا بصورة عشوائية فهناك دورة محكمة للطقس تتكرر كل عام ولولا هذه الدورة لم تستمر الحياة على الأرض فصل الشتاء هامون جدا لنزول المطر مما يؤمن الغذاء اللازم للنبات كذلك فصل الصيف والربيع هامان جدا لنمو النبات وطرح كميات كبيرة من الأكسوجين للجو من قبل هذه النباتات وكذلك فصل الخريف هام لنمو البذور في التربة فإذا لولا هذه الفصول الأربعة لما نشأت الحياة أصلا على الأرض ولما استمرت وبالتالي فيجب الاعتراف أحبة في الله بأن هناك نظاما صارما يديره حكيم عليم سبحانه وتعالى يمكن القول إنه لا يوجد إنسان عاقل يمكن أن يعتقد أن مثل هذا النظام المعقد قد جاء نتيجة عمليات عشوائية ولا يمكن لإنسان عاقل أن يتصور أن هذا العدد الهائل للأوراق والتي تعمل بنظام متكامل نظام واحد لا يمكن أن نعتقد أنها جاءت نتيجة تطور عشوائي مزعوم بل إن المنطق العلمي يقتضي أن يكون هذا النظام قد وجد بشكل مفاجئ ودفعة واحدة لماذا؟ إن الغطاء النباتي على الأرض يحتاج لنسبة محددة من الأكسجين ونسبة محددة من غاز الكربون ليتمكن من العمل بكفاءة عالية كما نراه اليوم وبالتالي فإن وجود عدد قليل من الأشجار على الأرض لا يمكن أن يعمل إلا إذا كانت نسبة الأكسجين والكربون هي ذاتها وإن نظرية التطور تفترض دائما أن النباتات نشأت على الأرض في مكان محدد ثم تكاثرت حتى غطت وجه الأرض عبر ملايين السنين ولكن هل يمكن أن يحدث هذا بالفعل؟ إن نشوء الأشجار يحتاج لنسبة كربون محددة في الجو وإذا زادت عن ذلك سوف تختنق هذه الأشجار أما إذا زادت نسبة الأكسجين سوف تموت هذه الأشجار أيضا لوجود خلل في عملية التنفس وبالتالي فإن هذا الغطاء النباتي خلق عندما كانت الأرض تماما مجهزة بالتربة المناسبة الهواء المناسب وكل النسب الأخرى المناسبة مثل درجة الحرارة والضغط ضغط الجو طبعا ونسبة الرطوبة ومن هنا ندرك لماذا قال الله تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وقال أيضا متحدثا عن الأرض في بداية خلقها وقدر فيها أقواتها فالله تعالى يجهز البيئة المناسبة قبل أن يخلق المخلوقات ولكن الذي يعتقد بالتطور يظن العكس سبحان الله فهم يقولون إن الكائنات تتأقلم مع البيئة وكأن الطبيعة هي الأساس والمخلوقات جاءت نتيجة مصادفات والبيئة الثابتة مع العلم أن الله تعالى يؤكد في كثير من آيات كتابه الكريم أنه جهز الأرض أولا بشكل يناسب ما سوف يتم خلقه فيما بعد ثم خلق المخلوقات تماما مثل ما يعمل أحدنا عندما يجهز شقة يجهزها أولا بما يحتاجه من أثاث ثم يسكن فيها ليجد راحته طبعا مع الفارق في التشبيه ولله المثل الأعلى ولذلك قال تبارك وتعالى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى وقال أيضا وخلق كل شيء فقدره تقديرا فكل شيء له نظام مقدر ومحسوب أيها الأحبة إن دراسة الكون من دون الاعتراف بالخالق خطيئة كبرى ولن يصل العلماء إلى الحقيقة مدام ينكرون الخالق تبارك وتعالى ولذلك ينبغي أن ندرس هذا الكون بما فيه من أرض وكائنات ومجرات وغير ذلك بحيث نعتقد أولا أن الله تعالى هو الذي خلق الكون ونظمه وقدره تقديرا وبالتالي سوف نصل إلى الحقيقة الكاملة قال تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون لا نملك إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام حتى يتبين لهم أنه الحق حقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر